التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش مجزء الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال المعهد القومي للبحث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت هزة أرضية بقوة 4.57 درجة على مقياس رختر على بعد 37 كم شمال شرق الغردقة وذلك في تمام الساعة الواحدة و58 دقيقة و26 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي للقاهرة وأوضح المعهد القومي للبحث الفلكية والجيوفيزيقية أنه ورد ما يفيد الشعور بتلك الهزة ولم يرد وقوع أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح وشينا إلى أن الهزة وقعت على عمق 23.42 كم أعقد المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان اجتماعا مع المجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المقرر اشتراكهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية استكمالا لمشاوراته مع المنظمات الحقوقية وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية وعرض المجتمعون رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خاصة في قضايا دوي الإعاقة والمرأة أكد البيان الختمي الإجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق مركزية القضية الفلسطينية وأولوياتها كما أدان البيان الختمي الممارسة الإسرائيلية اللاشرعية التي تقود حل الدولتين والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة مشددا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفيما يتعلق بالأزمة السورية أشار البيان الختمي إلى تبادل وجهات النظر حول الجهود المبدولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي تدعياتها كافة ويحافظ على وحدة سوريا واتفق وزراء الخارجية على أهمية حل الأزمة الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا أعلنت توساء الأعلام اليابانية أنه تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني فوميوكيشيدا بعد سماع ذوي انفجار تلا تصاعد للدخان بينما كان يلقي خطابا في محافظة وكاياما غرب اليابان وذكرت محطة NHK العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى أن رئيس الوزراء بأهمان مشيرة إلى أعتقال شخص في مكان الواقع اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى آيرلندا وقبيل عودته إلى الولايات المتحدة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدمه ترشح لولاية ثانية وخوض صباق الرئاسة في انتخابات 2024 مشيرا إلى أنه سيعلن التفاصيل بشأن حملته في وقت قريب قال الرئيس الأوكراني برادمير زيلنيسكي إن هجوما روسيا على مدينة شرق أوكرانيا قد أوقع ثمانية قتلى على الأقل وأوضح زيلنيسكي أن الصواريخ أصابت مناطق سكانية في مدينة سورفيانسكا شرقي البلد وأصابت 21 شخصا آخرين وفي سياقنا متصل ذكرت الإدارة العسكرية لمدينة سورفيانسك أن الهجوم كان أحد أكبر الهجمات منذ بداية العام وأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة التقى نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو بالعديد من الممثل المؤسسات المالية على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة توصل إلى سبل إضافية لمواجهة تهرب روسيا من العقوبات وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن المسؤولين تبادلوا المعلومات بشأن السلع الأكثر أهمية التي سعى إليها الجيش الروسي وأكدوا أن الكريملين وجه أجهزته الاستخباراتية لإيجاد طرق للالتفاف حول العقوبات من أجل تجديد الإمدادات التي استنفذت بشدة وذلك على أحد تعبيرها توجل فريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر بعد أن تغلب على فريق سبورتينج في النهائي الذي جمع الفريقين على صالة أكتوبر الدولية بنتيجة 32-22 وكان الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي قد تغلب على الزمالك بنتيجة 27-25 في لقاء الدور نصف النهائي قبل أن يوصل تألق ويفوز على سبورتينج ويتوجب الكأس بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب بطولة الدور على حساب الزمالك